الذين يتوفون قبل وفاتهم الآن درج عند ذلك أنه يكون اتفق مع مستشفى من المستشفيات ويتبرع بأعضائه بحيث إذا ربما يتفاجأ أهله بأنه قد أوصى بذلك وفي بعض الدول يعني لا يسمحون أحيانا للأهل اعتبروا أن هذا من حق الشخص المتوفى وأنه وقع على ذلك بملء إرادته فيعرض الجثمان للتشريح أو مع وفاته مباشرة ويتأخذ الأعضاء الحيوية ثم يغلق ويسلم لأهله هل هذا الفعل يجب؟ وهذه أخي ويس من النوازل الفقهية التي ابتلي بها أهل عصرنا والعلماء رحمهم الله يعني بحثوها في المجامع الفقهية وخلاصة الأقوال ثلاثة هي الجواز مطلقة والمنع مطلقة ثم التوسط وهو الجواز إذا كان المتبرع غير مسلم الذي عليه الأكثرون الآن هو الجواز وهذا الجواز له حالتان حالة الأولى أن يتبرع وهو حي يتبرع بعضوه وهو حي فهذا يجوز لكن بشروط الشرط الأول أن لا يكون على سبيل المعاوضة يكون بثمن لا يبيعها ما يبيع الناس الآن الذين يبيعون الكلية أو يبيعون الدم هذا حرام لأن هذه ليست ملكا لك وإنما هي عطية من الله جل جلاله ولا يجوز فيها المعاوضة ثم الشرط الثاني أن لا يكون انتحارا أن لا يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كمن يتبرع بقلبه أو برأسه مثلا هذا ما يصلح مثلا الأب لابنه ويختار أن يموت هو وأن يحيى ابنه لا ما يصلح نعم ثم الشرط الثالث ألا يتبرع بعضو يؤدي إلى فقد وظيفة جسمية كمن يتبرع مثلا بقرانيته فيفقد بصره أو يتبرع بكلتا يديه أو رجليه طيب وليست هناك ضرورة بمعنى أن المتبرع له كم من إنسان أعمى يعيش عيشة سعيدة وكم من إنسان فقد يديه أو رجليه وحياته تمضي على ما قدر الله ثم الشرط الرابع أن يكون المتبرع له مسلما أو ذميا يعني ما يكون حربي ما يكون كافرا محاربا يعني ما يكون محارب وتتبرع له فتحييه أو يكون له أذى على المسلمين نعم بالضبط فهذه شروط أربعة بالنسبة للتبرع من الحي للحي أما التبرع من الميت فالأمر فيه أوسع لو أن إنسانا تبرع قال أنا بعد موتي متبرع بأعضائي فأيضا لا بأس بهذا باعتبار الشرط الأخير أن يكون التبرع لمسلم أو لكافر غير حربي نعم طيب هل هذا يندب أنه يفعل ذلك الإنسان يعني نحن في زمن الآن إشكالات مثلا الناس الذين عندهم مشاكل في القلب وربما الكبد وغيرها من بعض الأعضاء يعني يكونوا كثر ويكونون في مستشفيات ينتظرون حصول تبرع فهل يندب للمسلمين أن يكون هذا عندهم عادة هناك شك بأن ربنا جل جلاله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وهذه النصوص التي استدل بها العلماء المجيزون وهم الكثرة الآن الكثرة الكاثرة وأن نصوص الشريعة قد رغبت في استحياء النفس وفي نفع الناس وفي تنفيس الكربات وما إلى ذلك فهذا يدخل تحت هذه العمومات لكن لماذا البعض منع ذلك مطلقا منعه باعتبار أولا أن في ذلك اعتداء على الكرامة الآدمية يعني قضية قطع العضو بقر البطن وما إلى ذلك قضية أيضا بأن لما كان هذا الأمر محرما فإنه ما يجوز التداوي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتداوي بمحرم ومثله أيضا أن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي وما إلى ذلك فمن هذا يعني منعوا ذلك ووجدوه حرام ترجمة نانسي قنقر